اشتركوا في القناة ومع كل من شركة بيكتل وشركة اي بي اي كوربريشن وشركة شيفرون وشركة بلنتير تكنولوجيز وشركة ايني الايطالية وتأتي هذه الاجتماعات الثنائية تماشيا مع رؤية صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعا وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله المتمثلة في تأمين احتياجات المملكة من الطاقة مستقبلا وتحقيق اهداف الحياة الصفري المنصوص عليها خلال المؤتمر السادس والعشرين للاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشين تغير المناخ وخلال الاجتماعات اكد سمو همية بناء شراكات استراتيجية وتعزيز اواصل التعاون وتبادل الخبرات لارتقاء بقطاع النفط والغاز كما اشار الى الاهمية التي توليها مملكة البحرين استراتيجية الطاقة الوطنية ودورها المحوري في نمو القطاع المحلي والمساهمة في رفع كفاءته لمهد الطريقة نحو بناء مستقبل مستدام وخال من الانبعاثات الكربونية اضافة لذلك صلط سمو الضوء على اهم الانجازات التي حققتها المملكة في تطوير قطاع النفط والغاز وهمية استكشاف المزيد من الفرص التي ستضمن استمرارية تطور القطاع ونموه من خلال تطبيق احدث التقنيات والابتكارات النوعية التي من شأنها ترفع من كفاءة البنى التحتية وحماية البيئة وشجد السمو كذلك خلال اللقاء على حرص المملكة في توفير امدادات طاقة مستدامة وامنة بما يتوافق مع اهداف الاستدامة ورؤية المملكة الاقتصادية 2030